أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد فقرة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها على آخر الاستعدادات وآخبار الفريق قبل التحرك إلى أستاذ برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلية في هذه اللحظات أذهب مباشرة إلى الزميل العزيز شريف شعبان من مقر إقامة فريق النادي الأهلي في برج العرب عشان نطمئن من خلاله على آخر الاستعدادات أخبار الفريق الفريق بالأمس داخل معسكر مغلق اتمرم في التتش لكن بعدها اتحرك مباشرة إلى الأسكندرية للدخول في معسكر مغلق شريف موجود من الصبح متابع كل الأخبار وكل الجديد داخل معسكر الفريق مساء الخير يا شريف مساء الخير عليك يا زميلي محمد تحاتي ليك وتحاتي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان ومعسكر الإقامة اللي بيشهد تواجد النادي الأهلي يا رب بإذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق الإسماعيل أولا بس الصورة اللي أنت طبعا يعني الفيول طالع منه مبهج جدا فأنا أتمنى يا رب بإذن الله ليكون اليوم بنفس الفيول المميز اللي أنت موجود فيه وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة أول حاجة عايزة أعرف الجو عندك في برج العرب أخباره إيه نفس درجة الحرارة اللي موجودة في القاهرة 33 درجة مقوية ولا الجو عندك في برج العرب زي اسكندرية كده الجو الحمد لله دافئ أو يعني بارد شوي الجو الصبح كان حر دلوقتي لا بدأت خلاص بدأ الجو يبقى فيه نسمة هوا يمكن القاهرة بتتكلم في 33-34 هنا جاءوا يمكن 30-29 مع كمان الساعات الخادمة بإذن الله حدة الحرارة هتنزل خالص فلا الجو جو كورة وبإذن الله يساعد لعب النادي الأهل بإذن الله بإذن الله على الفوز على فريد الإسماعيل بإذن الله في رتوبة عندك يا شريف ولا الجو مناسب؟ أنا بتطمن على الأجواء عندك لأننا تمنى يكون فيها حتى يعني تكون شبيه حتى بأجواء فيتا بإذن الله يوم التلاتة اللي جاي لا وطبعا ما فيش مقارنة خالص الأجواء هنا أحسن بكتير من أجواء فيتا بس بإذن الله نخلص بمواجهة الإسماعيلي ونستعد بقى للشقة كل بقى والرطوبة العالية والحرارة العالية بس بإذن الله عندنا سكة كبيرة في عبت النادي الأهل بإذن الله بإذن الله طيب أتطمن منك بقى الأخبار الفريق المعسكر المغلق النهاردة في اجتماعات تتمت المحاضرة إمتى حالة اللاعبين كمان وأبرز الكلام الممكن يكون بيتسو موسماني قالوا لللاعبين قبل مباراة اليوم مع الإسماعيلي يمكن الأهل يبدأ يومه في التسعة والنصف صباحا بواجبة الفطار الساعة واحدة ونصف كتواجبة الغداء مستر بيتسو موسماني كان حريص قبل واجبة الغداء يبقى فيه لقاء مع ناصر ماهر ودكتور الفريق أحمد وعبلة ويتمئن أكثر على ناصر ماهر ويبدو أن مستر بيتسو موسماني بيفكر بجدية الاعتماد على ناصر ماهر في جزء من المباراة لأنه سأل عليه كتير وقف مع ناصر ماهر كمان يتكلم على حالته البدنية المستعدة ولا لأ بتشتكي من أي حاجة ولا لأ وجاب الدكتور كمان سأله عشان يتأكد من جهزية ناصر ماهر فطبعا من الأدامي طبعا تبينت أن مستر بيتسو موسماني بيفكر بجدية في جزء من مباراة لناصر ماهر يمكن كانت المحاضرة الساعة الراباة عصرا أعلى من خلالها مستر بيتسو موسماني التشكيل اللي يخود بيه لقاء الإسماعيلي اللي هيكون في السابعة والنصف على استاد الجيش ببرج العرب يمكن الإسناكس كان أربعة ونصف والتحرك بإذن الله من فندوق الإقامة إلى الاستاد الساعة ستة إلى ربع يعني بتتكلم في خمس دايق سبع تمن دايق بكتير بإذن الله ويكون الأهل المتواجد في استاد الجيش المسافة قريبة جدا من فندوق الإقامة إلى الاستاد وعشان كده الأهلي بيختار الفندوق عشان يكون قريب من الاستاد يا رب بإذن الله يكون الأهلي موفق اليوم العبا بين على وجوهها التركيز جامد بعد الوجبة الغداء قعد مروان مع عمر السلية مع علي لطفي بتلاقي أعداد جانبية محمد الشيناوي بيكلم مع كوكا علي لطفي بيكلم مع كوكا ليس لعب زغير وبيحسوه وبيطلعوا منه رهبة التواجد في المعسكر تحسبا أنه ممكن يكون لو شارك أو اختاروا مستر رابيتسو مسماني في أي وقت من اللقاء لسه هيبان بس هما لقيتوا نادي الأهلي الكبار بيحاولوا طبعا يخرجوا كوكا من الضغط طبعا الكبير طبعا لسه لعب زغير وموجود في وسط الكوكبة من نجوم النادي الأهلي ومواجهة كبيرة هي مواجهة الإسماعيلي لا الدنيا ماشي كويس وفي تفاقل على وجه لعب النادي الأهلي وفي تركيز شديد على وجه لعب النادي الأهلي يا رب بإذن الله بس التوفيق معنا وبإذن الله بإذن الله نفوذ بإذن الله على فريق الإسماعيلي بإذن الله الأهلي والإسماعيلي موجودين في فندق واحد يا شريف ولا الإسماعيلي في فندق تاني لا الأهلي بيختار فندقه بعناية يعني لو الأهلي ما بيحبش حد يبقعد معه في نفس الفندق وبيسأل من قبلها فلا الفندق موجود فيه النادي الأهل فقط لغير انت عارب يبقى فكرة القوتيل جنب الليستاد على طول ففكرة أنه لازم للإجراءات الإدارية أو النزوجتية بتتحضر إزاي توقع في القوتيل عشان طبعا مكان المحاضرات ولو فيه تدريب عتتعمله مثلا قبل التحرك للإستاد تدريب خفيف بيبقى فيه إجراءات معينة كده حبيت أسألك عليها عشان كمان إجراءات الاحترازية قبل التحرك للإستاد طيب عايز أعرف كمان التشكيل المتوقع هل في ملامح للتشكيل كمان عندك أشريف ممكن تقدر تقولين عليها قبل التشكيل لزميل محمد أو ملامح للتشكيل لشطارة الجهاز الإداري بيكون مركز في القصة دية مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز ومن تحته بقى مدير الإداري الكابتن ماهر عبد العزيز وكابتن عمر الإداري كل الإدارين اللي بيشتغلوا فيه النادي الأهلي ببوحراصين حتى لو موجود فريق آخر في نفس الفندق بتلاقي في جناح خالص مفصول لكل لعاب النادي الأهلي مطعم خاص لكل لعاب النادي الأهلي قاعة محاضرات للاعاب النادي الأهلي فقط لغير وكمان أيضا موجود عامل تطهير نور يطهر غرف الفندق يطهر المطعم يطهر قاعة المحاضرات لتوبيس كل حاجة النادي الأهلي بتاع معها باحترافية شديدة ملامح التشكيل يمكن مبارح مستر بيتسو بيسماني زي ما قلتلك اتكلم مع بيكهم كتير ويبدو أن بيكهم بدأ يحجز مركز الألباك الليفتي يمكن لسه بقى الخط الأمامي من اللي ممكن يبدأ فيه محمد شريف ولا مروان محسن مبارح شفنا في التمرين مروان أخد جزء وشريف خد جزء من تحته أفشة خد جزء وناصر مير خد جزء حسين الشحات خد جزء هو وأجايه يمكن لسه الراجل ما استقرش أو راجل استقر من الكواليس ولكن لسه معلنش رسمي ولكن الخط الأمامي الكل في حسابات مستر بيتسو بيسماني ولكن المفضلة ما بين شريف أو مروان من اللي ممكن يبدأ ولكن على ما أظن بواليا بيبتعد عن بداية اللقاء هي المفضلة الآن ما بين محمد شريف ومروان محسن ويبدو أن محمد شريف هو الأقرب لحجز خط هجوم النادي الأهلي يارب يكون موفق النهاردة ويقدر يترجم الفرص كلها بإذن الله بإذن الله إلى أهداف عاقل مباراة الإسماعيل يا شريف هل عندك معلومات أنه ممكن بإذن الله علي معلول وليد سليمان يلحقوا يسفروا مع الفريق إلى القنغ وخصة أن الصفر هيكون يوم السبت فبتكلم في 48 ساعة بعد مباراة الإسماعيل البكرة هيكون في تمرين الساعة الواحدة زورا وإجراء المسحة الخاصة بالصفر إلى دولة الكنغ يوم الجمعة هيكون أجازة يوم السبت بإذن الله يكون في تمرين في التاسعة والنصف صماحا ومن بعدها إلى مطار قاهرة والصفر عبر طائرة خاصة إلى القنغ برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الوزير العامري فاروق يمكن وليد سليمان بيبتعد نهائيا عن مباراة في تكلوب يوم السلساء ولكن وليد سليمان موجود سوري علي معلول موجود بكل قوة كابتن سيد عبد الحفيز صرح أن منسبة كبيرة هيكون موجود في بعثة النادي الأهل من الشكل العام ممكن يبقى فرص تواجد علي معلول كبيرة ولكن وليد سليمان من الصعب لحاقه به البعثة بإذن الله بعد الخدوم منصورين بإذن الله من القنغ يكون وليد سليمان متواجد بشكل كبير جدا مع باقي زملائه في المرحلة مقبلة بإذن الله اتكلمت مع ناصر ماهر يا شريف يعني شفت حالة ناصر مدى استعداده لخوض المباريات الحالة المعنوية بعد عودته للملاعب من جديد بعد غياب حوالي ثلاث شهور عايز أعرف انطباعات ناصر ماهر على عودته مع الفريق خلال هذه الفترة اتكلمت معه من حوالي تلت ساعة يمكن بعد المحاضرة بالتحديد ومتفائل وفرحان جدا وعنده يعني زي ما بيقوله نفسه ينزل الملعب النهاردة او دلوقتي قبل كمان ساعات ومشتاء للمستطيل الأخضر وبيقولي منتظر الإشارة من بيستر بسومانيا عشان أنزل أقصر الدنيا بلغة الكورة متحفز ونفسه ومشتاء للعودة مرة أخرى وجاهز مليون في المية يا رب بإذن الله هو والنجوم الموجودين في الفريق النهاردة يكونوا موفقين بإذن الله ايا من يلعب الأهل بما نحاضر عندنا مشكلة في الجبه الشمال ولك عندنا ساقة كبيرة جدا في كل لاعبي النادي الأهل ومنفسها تكون شارسة الفترة القادمة ما بين ناصر ماهر والمتألك أفشه هل لاحظت أنت موجود جوه المعسكر في كلام كتير على فكرة أن النهاردة ما فيش أي ظهير أيصر من اللعابة الأساسية في قائمة المباراة غياب معلول غياب أيمن أشرف غياب محمود وحيد هل لاحظت أن في كلام كتير جوه للفريق أو الجهاز الفني عن هذه الجزئية ولا لا يعني الجهاز الفني اشتغل عليها واختار اللعاب المناسب وخلاص إن شاء الله مع بداية المباراة نعرف من اللي هيبدأ بشكل أساسي لا خلاص القصة من يومين تم غلقها تماما عندما عالم الجهاز الفني بعدم لحاق أيمن أشرف إلى المباراة فتم تجهيز البديل ما حدش بيتكلم خالص عن مين حتى اللي هيلعب بيكهم أو كوكا اللي هيلعب هيكون جاهز ما حدش بيتكلم في هذه الجزئية لأن عندهم ثقة كبيرة في بيكهم أو في كوكا لو لعب في هذا المركز أو لو استعام من أي من السردبكات أو لو لعب على محمد هاني أو حسين الشحات لا لا حدش بيتكلم في هذه الجزئية خالص طيب شريف سألت دكتور أحمد أبو عبل على طاهر محمد طاهر الحمد لله تكون حاجة خفيفة إصابة خفيفة ويلحق مباراة فيتا بإذن الله بإذن الله بإذن الله طاهر محمد طاهر هيكون موجود هو أيمن أشرف بإذن الله في مباراة فيتا كلوب القادمة بإذن الله زميل العزيز شريف شعبان أنا بشكرك شكرا جزيلا نضمك بقى ألحق أسيبك عشان خلاص انتوا خلاص دقايق وهتتحركوا من مقر الإقامة إلى إستاذ بورج العرب وإن شاء الله تكون مباراة موفقة ونستطيع العودة بالثلاث نقاط بعد مباراة الإسماعيلي شكرا جزيلا يا شريف وكل التوفيق ليك وللفريق بإذن الله في مباراة اليوم أخرج لفاصل وبعد الفاصل ترند الآلي وحديث عن المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا شكرا جزيلا مفيش عب بيقصة فينا إحنا تاريخنا بيحكى علينا الجماهير ملايين حولينا بتشجعنا وبتأوينا